إن لله وإن إليه راجعون وفاة الفنان القدير حسن يوسف أعلن الفنان أو الشقيق الأصغر للفنان حسن يوسف محمد يوسف أعلن عن وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف صباح اليوم السرساء حيث قال عبر حسابه على الفيسبوك إن لله وإن إليه راجعون توفي منذ قليل شقيق الأكبر الفنان حسن يوسف تغمضه الله بواسع رحمته طبعا الفنان حسن يوسف من نجوم الزمن الجميل اللي كلنا يعني استمتعنا بأعماله الفنية سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو حتى مصرحيات حسن يوسف هو زوج الفنان القدير شمس البرودي وهنتكلم في خلال الضقاق اللي جاية دي عمع حضراتكم عن نبزة كده عن حياته علشان تكونوا يعني متذكرين هو عمل إيه وقدم إيه للفن المصري طبعا معلومات هتعرفوها الأول مرة عن حياة الفنان حسن يوسف ولد حسن يوسف هو ممثل مصري في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934 التحق بقلية التجارة في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1955 ثم اندم إلى المعهد العالي للفنون المصرحية قسم التمثيل وتخرج منه في عام 1962 وطبعا حسن يوسف كان عنده شغف كبير جدا تجاه مشاركته في الفريق المصرحي للمدرسة وكان الفنان عبدالبديع العربي بيشرف عليه ويعيش بالقرب من منزله اكتشف الفنان حسن يوسف هو الفنان حسين رياض اكتشفه في المصرح القومي وتبنى موهبته وقدمه للفن أو للمصرح القومي ثم للمخرج صراحة بوسيف ليبدأ مشواره الفني فأول مشاركة فنية له في فيلم أنا حرة بطولة الفنانة القديرة لابنى عبدالعزيز عام 1959 حيث لعب حينها دور ابن عمتها وقدم الفنان حسن يوسف عدة أعمال فنية ناجحة في عالم الفن وكانت فترة الستينيات هي زروة تقلقه الفني حيث شارك في بطولة عدد من الأفلام مع نجوم السينما مثل سعاية حسني وتزوج من الفنانة لبلبة في ذلك الوقت وبعدها تزوج من الفنانة شمس البرودي في عام 1972 وعمل معا في عدد من الأفلام واشتهر بأداءه لشخصية عادل في فيلم نساء الليل في عام 1973 اعتزل حسن يوسف التمثيل في عام 1990 بعد أداءه لدوره في فيلم الشقيقتان لكنه عاد إلى الفن في عام 2002 بمسلسل إمام الدعاء حيث جسد شخصية الإمام محمد متولي الشعراوي بعدها اكتفى بالظهور في المسلسلات التلفزيونية والدراما وغالبا كانت هذه المشاركات تحمل طابعا دينيا فقط وطبعا وألف ثلاثة أفلام وأخرج سبعة وأنتج فيلمين فقط في رحلاته الفنية التي امتدت لأكثر من خمسين عاما عليه رحمة الله ربنا يرحمه وصبر أهله وصبر كل محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي كله حسن يوسف فنان قدير كلنا يعني حبناه كله اللي هو قدمه سواء كانت مسلسلات أو أفلام أو يعني حتى مسرحيات ربنا يرحمه وصبر كل أسرته وكل محبيه وشكرا لحضراتكم